لو باتل فيلد 6 مش بتفتح عندك نهائي ولا حتى بتسهل شاشة تحميل فالفيديو ده يساعدك نقدر نتكلم ببساطة عن اسباب مشكلة عدم تشغيل لعبة باتل فيلد 6 ففي الفيديو ده واريكم خطوة بخطوة زاية لحين المشكلة دي من غير ما تعيد تسطيب اللعبة او تمسح ملفات اللعبة من اول و جديد فلو باتل فيلد 6 مش هدا يتفتح عندك تعمل الفيديو للاخر وان شاء الله تشتغل معك اول حاجة الاسبت اللي كون متأكدين منها وهي ان انا كون مسبتين الملفات الاساسية لتشغيل اي لعبة علشان ما نوجهش اي مشاكل واحنا متشغل اللعبة نفتحه بالشكل انا بعد كده نضغط على i agree بعد كده نضغط على in store هنضغط على s ونستنى لحد ما التثبيت يخلص بعد ما هننتهي منه هنضغط على close ونخش على الملف اللي بعده بعده نفس الكلام i agree install هنضغط على s ونستنى لحد ما انتهي التثبيت بعد ما التثبيت هننتهي هنضغط على close بعد كده نخش على direct x هننزل تحت بالشكل ده لحد ما نلاقي كلمة dx setup هتلاقي في الاخر هنضغط عليها ونفتحها نضغط على s ونثبتها زي اي برنامج عادي بنثبته هنضغط على i accept بعد كده next بعد كده next بعد كده next ونخليه ثبت مع نفسه وزي ما انتشايفين عملية التثبيت close set هنضغط على finish بعد كده ننتهي الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده نشغل اللعبة كمسؤول لان احيانا ويندوز بمنع تشغيل اللعبة بشكل كامل من غير صلاحية اول حاجة هتروح اد صفحة ستيم او متجر اللي اتشغل به هتروح اد manage بعد كده properties بعد كده install files بعد كده نضغط هنا على free fire عشان يعيد فحص كل البلفات اللعبة ويشوف ايه النقص داخل بلفات اللعبة ولو لقى فيه اي بلفات نقصة طبعا هو هيعيد تتزيلها من اول وجه وبس بعد ما البلفات اتحدثت وكده دلوقتي تشغل اللعبة بشكل طبيعي جدا ودون اي مشاكل الخطوة اللي بعد كده نروح المكان تثبيت اللعبة سواء كنت بسببتها من steam او اي 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 لانش ار تاني انا مثلا بسببتها عن طريق steam فهروح بقى الملفات اللعبة هنروح عند الملف ده اللي هو بي اف ستة كليك يمين properties بعد كده computability واشغاله كما سقول وهعمل disable full screen optimization بعد ما اخلص هضغط على اوكي وبس كده بعد كده نروح عند سطح المكتب وكليك يمين display settings settings هننزل تحت هنروح عند graphics بعد كده نروح عند add a desktop app بالشكل ده وانروح لمكان تثبيت اللعبة مكان اللي احنا مسببتين في اللعبة او بعد ما توصل الباكال لتثبيت اللعبة هتختار بي اف ستة لو بات الفيلد سكس وتضغط عليها بعد كده هتختار high performance عشان تخليك تديك اقوى اداء للعبة بعد كده نضغط على add a desktop app ثاني وهنختار اللي هو بتاع ال anti sheet ده اللي ايه تحت هنا بعد كده hyper performance برضو بعد كده والخطوة الاخيرة واللي شايفها اهم خطوة في كل ده وان احنا لازم ان نكون محادثين تعريفات كرة الشاشة الاحدى للصدار لان التعريفات العديمة هتسبب بشاكل معنا في اللعبة طبع كرة الشاشة على حسب اذا كنت انت amd او نفيديا ولكن بس انا amd هنروح كليك يمين ونفتح ال amd software هنضغط على check for updates عشان يشوف لو في اي تحديثات ولو جاب لك up to date يبقى انت خلاص كده انت في السليم ولو انت كرتك نفيديا ده الموقع الرسمي بتاع التعريفات بتاع كوت نفيديا وبرضو دوت الموقع بتاع amd بتاع التعريفات هسيب لكم الروبط دي كلها طبعا ضحت في الوصف وبس دايك الفيديو اللي هدى هتمنى ان تكونوا استفادتم واتمنى ان اللعبة اشتركت معكم فبلا تستشبع اللايك لو عجبك الفيديو لا تستشبع الاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كل عشان لو صار لك كل جديد بس شوفك في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة